اختراعات اخترعها العلماء المسلمون ولا زلنا نستعملها الروبوتات وضع إسماعيل بن الجزري قواعد علم الروبوتات والهندسة الحديثة وهندسة الري وتجلى إتقانه لها في اختراعات كثيرة أشهرها ساعة الفيل المائية التي تضم روبوتات مصغرة بهيئة رجال يركبون فيلا عملاقا وآلة وضوء على شكل طاووس يصب الماء من منقاره ويخرج منه روبوت صغير يحمل قطعة صابون أدوات الجراحة أحدث الطبيب الأندلسي أبو القاسم الزهراوي ثورة في عالم الجراحة بإدخال إجراءات جديدة وأدوات جراحية تجاوز عددها للمائتين ما يزال العديد منها مستخدما حتى اليوم كالحقنة والملقط ومنشار العظام ومشرة استئصال الحصى الصابون والعطور صنع المسلمون الصابون والعطور والزيوت العطرية والمراهم والمياه العطرية بفضل احترافهم أساليب تقطير الأعشاب والأزهار وقد ضم كتاب التصريف للجراح الزهراوي فصلا كاملا عن مستحضرات التجميل وصف فيه طرق العناية بالشعر والفم والجلد وذكر بخاخات الأنف ومراهم الأيدي ومضامض الفم والعطور الكاميرا وضع ابن الهيثم مبدأ آلة التصوير وسماها القمر كما بحث في قوة التكبير في العدسات مما جعله المبدع الرائد لفكرة أول نظارة في العالم ويعد أول من درس عدسة العين وأقسامها وتشريحها وأطلق عليها أسماء أخذها الغرب مثل القرنية الجامعات أسست فاطمة الفهرية جامعة القرويين في المغرب وهي أقدم جامعة في العالم بالمعنى الحديث وأول جامعة تنشئ الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية هل تعرف أشياء أخرى اخترعها المسلمون ترجمة نانسي قنقر